بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سلام عليكم احباتي في الله وما احبابكم ان شاء الله تكونوا كامل بخير يوم ان شاء الله وعلى بركة الله جبت لكم اه كسرة فطير او كسرة ارسيس كل منطقة وش تسميها احنا سموها كسرة فطير اه بمقادر مضبوطة جدا 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 يعني وصفة سهلة للمبتدئات اه اي اخت جربها تنجح لها باذن الله وراح افغيمه تعجبكم حبيباتي نتوكلوا على الله وبسم الله بلا ما ننساو دائما نبدأ بالصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام هنا عندي سميد رقيق جدا يعني سميد رطب اللي نخدمه بهم سمن ومحاجب اه انا كيلت بالكاس تعلتي هذا باش ندر خبزة واحدة فقط يعني رح ناخذ ثلاث كيلات بالميزان هي ثلاثمية جرام كل كاس فيه مئة جرام عندي ربع ملعقة انتع ملح نخلط ملح ونزيد ثلاثي الكاس آآ زيت يعني بالميزان سبعين ميلي بالملعقة حوالي سبعة احتل ثمان ملعق ونبسز ملح بيدي كما راكم تشوفوا بسرعة بدون آآ ثمثم يدخل الزيت في الزيت وهنا نفس الكاس نعبر به الماء وهي مئة وثلاثين ميلي ما ونشمخ على دفعتين هنا بالنسبة للماء ممكن يختلف ممكن تزيدوا شوية ماء ممكن تنقصوا على حسب نوعية الدقيق اللي عندكم كايندقيقان المهم يتشمخ عندي بيان يتشمخ بسكا حن ندلكو آآ وح حوالي خمس دقايق باليد وما ممكن تلاحقوا اللي تدلك هنا وسحقيتوا الماء تزيدوا الماء ما تقلقوش تعجنوها بالبيتران ولا باليد مدة خمس دقايق آآ لازم تعجنوها ملح هنا حتى تولي بهذا الشكل نغطيها حبيباتي آآ في كيس بلاستيكي ولا في فيلم غذائي ونخليها تغتح خمسطاشن دقيقة حتى النصي عاكي ما تحبو المهم اقل شي خمسطاشن دقيقة نكسلها نضغ شوية عزيت حوالي ملعقة عزيت بيسهل علينا نكسلها ونكسل الخبزة تاعي هنا هذ الكمية اللي دغطت لخبزة واحدة فقط خبزة قطرتها حوالي آآ ستة عشرين سنتيم نسخن آآ لا كريبيير ولا الطاجين ولا وش حبيتو انا استعملت آآ كريبيير لي طيبتا ليها ونحط الخبزة تاعي نسي نعدلها وما دمها ثم ثم باش تولي آآ نثقبها بال بالفرشيطة بهذا الشكل كما عكم تشوفو وهنا ممكن تخلوها حططي بالجهة التحتانية وتقلبوها بالنسبة لي انا نقلبها ثم ثم بهن نتحكم فيها وانا نقلب فيها فيما بعد هنا حبيتو استعملوا هذي تباع سبيسيال موبور البان الفطير الكساف طير او تستعملوا اي حاجة طرشونا ولا بابيسو بالان كما هذا وتقلبو به يعني تحققو به الخبزة تاعكم باش تتحمل كامل على الجهات بعد ما نتحمل الخبزة تعنا نقلبها الجهة الثانية ونستنى هاتزي تتحمل على الجهة الثانية والكسرة تاعي وجدت حبيباتي ساهلة مهلة ما فيها ولو هذا خبز جزائري مشهور بزاف وبنين بزاف وكامل زاجري يحبوه يعني صغطوه بزاف بزاف مع الحميس نحبوه بزاف مع الحميس كاللي مع البن انا ثاني بغيه مع البن وحبيباتي ان شاء الله تنجح لكم الوصفة خلولي تعليق تاعكم اه ممكن طيبه في طاجين تعطين وممكن طيبه في طاجين مسرح تحديد او فوق لك خيب يغفش ديوه ينجح لكم اه المهم حبيباتي وصفة روعة جربوها وقولولي كما كم تشوفوا فيها انا رانيت خلت عليه وشو نقولكم اه بصحة عليها وبصحة عليكم انتم ثاني حبيباتي نقولكم احبوكم في الله ونتلقى ان شاء الله في فيديوهات جايين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبعاكاته